اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا في المحترف وزاي ما بنتكلم على جزئة التاكتيكس ازاي وبنتكلم دايما على المواقف نتكلم على مهارات المهاجمين اخطاء المدفعين خلينا نتكلم قبل يمكن الفاصل كنا نتكلم على باير ميونيخ نتكلم على الكورة الالمانية نتكلم على باير ميونيخ التزام قوة اداء سرعة تهديف عندهم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المميزين على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي عندهم في وجهة نظر من افضل هدافي العالم عندهم ليفا اللاعب المهاجم البولندي اللي دايما مكينة اهداف دايما قبل ما تقول الباير من اللي يجاب جون هايقولك ليفا هو اللي احرز الاهداف خلينا نتكلم على جزئهم هم الممجدا ان الكورة الالمانية في الوقت الحالي وخاصة على مستوى الاندية باير من دورتمون تتكلم على لايبسيك وليبسيك كمان هنتكلم حضراتكم كان بلاعب الباير doing الدور الألماني وقدر البايرن يفوز بالنتيجة كبيرة. أربعة واحد على ليبسيك. إدارة فنية. ليبسيك كان يوليان جلينسمان. طبعا ده المدير الفني الحالي للبايرن كان بيلعب فرقته الأديمة. لكن عايز أتكلم حضراتكم. هنشوف الأهداف. أربع أهداف للبايرن مقابل هدف لليبسيك. لكن خلينا نتكلم على يمكن أداء اللاعبين. يعني هنشوف حتى من خلال الأهداف. بتتكلم على السوداسي اللي قدامه. بتتكلم على اتنين كيمتش وكوريتسيكا في نص الملعب. رقم ستة ورقم تمانية. بتتكلم على سولاسي. بتتكلم على ساني. بتتكلم على مولر. بتتكلم على جنابري. وقدامهم الداهية. الهدف العالمي ليفا. إزاي المجموعة دي بتتحرك طبعا مع مساعدة بعض الأضراف من الأجناب. لكن خلينا نتكلم على تاكتك ولا أروع للبايرن خلال مباراته مع لايبسيك. كمان كمّل المشوار وفوز كبير على برشلونة 3-0. تعالوا مع بعض نشوف يمكن أهداف. بداية الأهداف طبعا ليه طبعا فوز البايرن الكبير على لايبسيك بنتيجة 3-4-1. أول هدف طبعا كان ليفا. ويمكن كان من ضربة جزاء. لكن خلينا نتكلم أن ليفا خلينا نتكلم على إزاي يعني تركيز عالي جدا ياخد نفس. خلينا نتكلم ده طبعا يعني زجاله طبعا المبدع دي ضربات الجزاء. يمكن 9 ضربات جزاء. أسجل منها 8. منهم 4 ناحية الليمين وأربعة ناحية الشمال. ولكن كان فيه ضربة جزاء ضايع من ناحية الليمين. فكان فيه تركيز كبير جدا من ليفا. ونشوف مع حضراتكم إزاي. يعني هو طبعا لعب 9 ضربات جزاء. يمكن كان أحرص 8. ويمكن دلوقتي دي رقم 10. تركيز شديد جدا 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 جدا. لعيب كبير بحجم ليفا. لكن شايفين قدي التركيز. شايفين قدي الفرحة. الفوسك كانت مباراة مهمة جدا. لكن زي ما بقول لحضراتكم حتى ضربات الجزاء. اللي يمكن بعض الناس بتستسل لو لك ضربة جزاء. يعني الأمور سهلة. لكن بيتمحتاجها تركيز كبير جدا جدا من اللاعبين. ومنتكلم على أفضل لعيب العالم. ليفاندووسكي اللعيب البولندي. المميز أفضل هداف العالم. قدي إيه بيركز حتى بدربات الجزاء. بيقف. بياخد نفس. بعض اللعيبة بتقول النفس دوت بيطلع على الاسترس شوية. بيخلي اللعيب مرتاح. مركز كويس قوي. وزي ما بقول لحضراتكم يعني هنشوفها تاني. انه هو مرتاح. هو مركز. بيبص الحاكم. مستني الاشارة. بيبص الحارس المرمى. بيشوف انفعالاته. بيشوف وقفته ازاي. لكن نوع من أنواع التركيز الكبير جدا على أفضل لعيب العالم. مهدف العالم. بيدي درس حتى ضربات الجزاء. آه مباراة. يعني على الورق كانت مباراة سهل. لكن ده درس كبير جدا حتى ضربات الجزاء. لعيب كبير بحجم باندويسكي بيركز. وبيسجل الهدف الأول للباير. نشوف الهدف التاني. ده طبعا كان الهدف طبعا زي ما بنتكلم دلوقتي فيه انتشار أكثر من رائع. ويمكن زي ما بنتكلم هو خط الضهر الضرب أو خط النص كل الضرب. واعتقد المعاك الكورة ده كوردسيكا. بيلعب الكورة. كمان فيه اتنين مدافعين بصين. بصين بس على الكورة. فيه طبعا ناحة شمال ليبة. ليبة طبعا اللي موجود ناحة الشمال. إلا عليه طبعا الزل بتاع الباير ده. ده موجود ليبة في ناحة الشمال. بيدل كمان. واللي داخل جوه ده. أعتقد ده هو ساني. برضو تبادل المراكز. آه معروف ان ليبة ده رقم تسعة. وساني هو الجناح الشمال. لكن أوقات كتيرة جدا بنلاقي الشكل ده. بنلاقي مولر. بنلاقي ساني هو اللي راس حربة. دلوقتي في الحالة دي هنلاقي مولر كمان وجنابري موجود ناحة اليمين. فالباير بيطع الكورة. وأحسن حاجة في البايرن. إنه عنده السرعة مش هنقول كاونتر أتاك كمان تنظيم أكتر من رائع في إنهاء الهجمة. تكلم إنهاء الهجمة. بتقطع الكورة من نص الملعب الرؤية الأدام سريعة جدا جدا فتح الملعب. راس حربة بيخرج. يبقى الجناح الأيمن أو الجناح الأيصر هو اللي بيخش في مركز راس الحربة. نكمل مع بعض ثانية هو اللي داخل لجوة. لباندبوسكي هو اللي ناحية الشمال. الكورة بتتلقب لليفة. بيطلع الباكي الشمال. ده طبعا ايه التكملة اللي بنتكلم عليها. طبعا موقف طبعا المسافات عشرة متر ما بين المدافعين. ده أعتقد مش كتير لكن لازم يكون يعني يقفل المساحات شوية لكن. بتكلم على التكملة. عندك ثلاثة أربع لعبين وكمان واحد على منطقة الجزاء. عندك خمس أو ست لعبين. وده اللي بيشتغل عليه بايرن بشكل كويس. أو كسافة عددية. ملازمة جدا إنك تنهي الهجمة. ومن زاوية مش يعني مش سهلة برضو. خلاني نتكلم. الراجل بيحط الكورة في أبعض نقطة. موسيالة طبعا لعيب جمال. موسيالة لعيب مميز جدا لعيب صغير في السن. ولكن عنده قدرات بيفكرنا كده بمولر مع بداياته. مع المنتخب الألماني ومع باير ميونيك. مولر بدأ يعني كمان جمال موسيالة. ده لعيب كمان مهاريا أفضل. لكن. بنتكلم على هدف أكتر من رائع. تنظيم. هجمة بشكل كويس جدا. مفيش تصرع في الهجمة. الهجمة آه رحة سريعة. زي ما بقول لحضراتكم. ليفا بيخرج ناعة شمال. سنيه بيخش على جوة كمان. اشتراك الباك الشمال. بيعمل كوروس كويس أوي. كسافة عددية جوة 18. وإحراز جمال مسلحية. هدف أكتر من رائع. استلام. بيحط برجل الشمال في الزاوية. مش سهلة خلي بالكم. الزاوية مستهلة. لكن هو لعيب مميز جدا. وده كان الهدف الثاني لصالح الباك. طيب. نشوف الهدف الثالث. والأحراز والثانية. طبعا هنا فيه ضغط عالي. يعني هنا بنقف عند الضغط العالي. بنتكلم على تنظيم دفاع بشكل كبير جدا. بتتكلم على الأربع موجودين طبعا وراء. بتتكلم في حالة طبعا حالة الضغط العالي. لازم خط النص بيعني بيعمل ضغط عالي من قدام مع وجود اتنين. في الحلقة دي كان موجود. اعتقد جنابري وليفاندوزكي. مع مسافة بتتكلم حوالي 27 متر من أول نقطة لآخر نقطة. من خط الدفاع لخط الهجوم حوالي 27 متر ده. بيديك أولوية انك تعمل ضغط عالي بشكل ممتاز. نكمل. طبعا ضغط العالي. خلينا واقف بس عندي الآدية. طبعا الكرة تلعبت من لمسة واحدة. من مص الملعب جورتسيكا. نرجع في بعض هنا اللعيبة. يعني بعض اللعيبة بتخلي الكرة دي يعمل كنترول وبعدين يبدأ يباص. قطع الكرة بباص على طول لباندوزكي. اللي برضو عمل كنترول بشكل أكثر من رائع. وخلاص الصينية بيتكمل بسرعة كبيرة جدا. كل الناس قالت هيلعب الكرة الصينية. لكن الكرة ممكن تتلعب فعلا لصينية. لكن نشوف ليه باختار أني زاوية؟ لباندوزكي اختار نحية اليمين. الكرة تلعبت بالزبط بالمقاس لصينية اللي كان مكمل بسرعات كبيرة جدا جدا. وهدف أكثر من رائع. وزي ما بقول لحضراتكم فيه تحركات كتيرة جدا صينية. بيتكلم مع ليفا. بيتكلم مع فيه أوفر لا بيتلعب بشكل كويس. هو ده قيمة البايرن. زي ما بيتكلم مع حضراتكم. يمكن نشوفنا البايرن في مواقف كتيرة جدا جدا. حتى في كاس العالم الاندية. بنشوف في البوندزليجة في الشاملزليج. هجوا عنده ده والضغط عالي. بتقطع الكرة. وأهم حاجة بعد ما بتقطع الكرة هو ده. يعني هو ده التصرف البروفيشنل. يا آه ممكن أي فرقة تقطع الكرة. وبعد ما تقطع الكرة لا. البايرن يقطع الكرة. وعنده كمان أنه عنده التغيير من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بشكل أكثر من رائع. تغيرات في المراكز. صنين ناحية الشمال مرة. ناحية المين مرة. بيخش ليفا. ناحية الشمال بيخش راس حربة. مولر بيتحرك من برا. فتحركات الرباعي دوت لا مركزية. وكل لعيب عارف بيشتغل إزاي دي من القوة الضربة للبايرن. خلينا نشوف الهدف المعاكس أو هدف اللي دخل في باير ميونيخ. فريق ليبسيك. طبعا كل ده فيه وقفة لا بأس بها بالنسبة للبايرن. لكن عملية عدم الضغط زي ما بنتكلم. هو هنا خلاص هو مهيأ نفسه جدا للتزديد. شايف كان لازم يضغط عليه برضو ده جورتسيكا. طبعا شايفين حتى الأداء الدفاعي صاني دوت. يعني لو جبنا حتى بنتكلم على صاني. صاني لو عملنا الصورة على صاني. بنتكلم على رقم عشرة كمان بيرجع في الحالة الدفاعية. لكن الحالة كمان قل ضعيفة جدا بالنسبة للضغط اللي كورتسيكا. ده طبعا ما قداش بشكل كويس أو كان بالنسبة له الأمور بالزبط. هو كان عامل عملية الضغط متأخرة. ولكن كمان التزديدة. التزديدة قوية جدا جدا بسرعة تقريبا 130 كم في الساعة. طبعا نوير وفي مكان صعب جدا جدا. فتزديدة قوية. زي ما بنقول فيه مهارة. طبعا فيه مهارة للتزديد. فيه صعوبة جدا جدا حتى نوير ما يقدرش يتعامل معها. لكن كمان على مستوى الضغط. بالنسبة للجورتسيكا كان مفروض يضغط بشكل يعمل بلوكة أفضل. لكن طبعا تصويب ولا أروع. وهدف رائع لليبسيك. ليه كان النتيجة 3 واحد. نشوف آخر هدف للبايرن. موتنج. موتنج. طبعا اللعيب المخضرم. طبعا زي ما بقول الاستلام. تحضير. بترجع تاني وهنا نقب بس ثانية واحدة. لان خلاص. بيبقى عملية كمان عملية الهدوء. يعني اه انت بتهاجم. الكرة بترجعلك. لكن بيكون عملية كمان الهدوء. يعني في بعض الفرق. بيبقى عندها هكتك شوية. لكن عملية الرتم وزي تنظم الرتم بتاعك. ده شيء مهم جدا جدا. وزي ما بنقول متواجدين. يعني وقفنا الصورة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ده السوداسي. اللي بيهاجم بيه البايرن. ممكن جدا هيطلع باك يمين مرة. هيطلع باك شمال مرة. لكن موجود طبعا تشوفهم موتنج. موجود اللي هو عليه الضي دوت. هو دوت اللي هيحرز الهدف. موجود كيميتش. موجود مولر. موجود ليفا. فالمجموعة الستة ديت. بيشتغلوا بشكل افضل اكتر من رائع. في مساحات صغيرة. شوفي الجل ازاي. طبعا الكرة تلعبت. لكن بصي بقى هنا. سرعة الباص. السرعة البديهية. كيميتش رقم ستة. الكرة جياله. لكن هو مفكر قبل الكرة ما هتجيله. بيعمل تمرير ولا اروع. ممكن شك اوف سايت. مش اوف سايت. دي عليها كلام. لكن انا بتكلم على تفكير رجل نص الملعب. لما يكون في موقف زي دوت في التلت الاخير. محضر فكره كويس قوي. لمسة واحدة من كيميتش. بيدرب كل الدفاع. كان فيه واحد بيدغط عليه. لكن الكرة كانت سريعة جدا. طبعا تشوبو موتينج. بيحرز طبعا هدف. الهدف الرابع ليه البايرن. رغم اعتراض اللاعبي اللايبسيك فيه الاخر. لكن طبعا يحسب الهد. زي ما بقول لحضراتكم كلها. دروس بنتعلم منها. كلها مواقف جديدة. او مواقف على حساب موقف هجومي وموقف دفاعي. لكن بتزهر موهبة اللاعبين. بتزهر شخصية اللاعبين في هذه المواقف. التاكتك بيكون مهم جدا جدا. اللي بيتفرج علينا وحابب. ان الناس دي بتشتغل زي على مستوى الضغط. على مستوى قطع الكورة. على مستوى الباص. على مستوى الفينيش. زي الفينيش. بيكون يعني مهم جدا جدا. انك ممكن تعمل كل حاجة في الكورة. وبعدين اللمسة الاخيرة. ما بتكونش مناسبة. تستمتع مع حضراتكم بالتاكتك. وان شاء الله يعني لينا لقاء مع حضراتكم. الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين. دي كانت نهاية حلقتنا. ان شاء الله بإذن الله. الاثنين اللي جاي. في نفس المعهد من سبعة ونص التسعة. وحلقة جديدة مع المحترف.